أهلا بكل مشاهدينا من جديد خلاص العد التنزولي لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية اللي بيشارك فيها المنتخب المصري واللي ابتدى يستعدلها بشكل مكثف ابتدى لكن مبارح ظهرت أخبار سلبية بعد تأكيد إصابة عدد من اللاعبين والجهاز الفني والإداري في المنتخب بفيروس كورونا ده خلينا نسأل دلوقتي كيروش بيعمل إيه؟ هيتعامل إزاي مع الإصابات المفاجأة دي؟ إيه الأوراق الفنية والإدارية البديلة اللي ممكن يعتمد عليها في البطولة خصوصاً إن إحنا عارفين إن قدامنا أقل من 36 ساعة يعني يوم ونص مثلاً على أول مباراة هتجمع بيننا وبين المنتخب النيجيري خلينا نعرف المفاجآت دي أو نحلل المفاجآت دي اللي طرقت على المنتخب مع النقد الرياضي الأستاذ محمد البرامي صباح الخير عليك يا محمد منوارنا أهلاً وسهلاً صباح الخير على الحضراتكم صباح الخير على كل سيد مشاهدي صباح الخير خلينا نبتدي من البداية ونقول كراش إحنا من الأول مش عاشفين هو بيعمل إيه ودائماً يعني هو معلق كده يفطت أنا محدش يتوقعني ومن بداية إحنا متقبلين لأن كانت الأمور جايبة نتائج بس يعني إحنا شايفين إن عندنا إصابات اتأكدت عادل اتأكدت إصابته محمد أبو جبل اتأكدت إصابته كذا حد من الجهاز يعني عندك ناس كثير جداً اتأكدت إصاباتها يمكن تمن إصابات معلنة رسمية في المنتخب المصري إلى الآن وإحنا مش عارفين إيه اللي حيحصل في الفترة كما بقول يعني هابدأ بجملة كده إن كيروش أبلغ استياءه للاتحاد الكورة من قسرة الزيارات الخارجية وإنها سبب كورونا طيب إحنا لما نحب نبدي استياءنا من كيروش هنكلمين كلمي في مصر هنكلمين لا في يعني إذا كان كيروش مستقم الزيارات الخارجية هو عنده حق تماماً في ده لأنه كانت سبب أساسي في الإصابات لأنه ممكن قبل حتى ما يحصل الزيارات الخارجية دي كان الأمور في المعصر جيدة جداً ما فيش إصابات الأمور ماشية بشكل كويس ثم معت زيارات الكتير بدأت تحصل كورونا يعني أعتقد كان فكرة الزيارات عمواً ما كانتش موفقة ربما ربما يكون كمان ما كانش فيه التزام بالإجراءات الاحترازية بشكل جيد فبالتالي حدثت الإصابات دي مشكلة كلاسيكية إحنا متعودين عليها دائماً مشكلة الزيارات اللي بتحصل مع كل بطولة دي مشكلة إحنا عارفينها وعارفين يعني مش عارفة لي لا يتم التعامل معها لكن فكرة برضو إن الكيراش يخرج من القصة دي ويقوم آي لا أنا عايز تحقيق وعايز أفتح الملف طب يعني ما كانش فيه صبو يعني أعتقد هو يمكن هو بيحاول يسير في النظرة شواء عن أخطاء شخصياً هو عملها لأن في سوق التنظيم كمان منه كمان الجهاز الفني كمان في سوق التنظيم كبير جداً أنت في البداية ما كانش عارف إن هو لازم يضم ٢٨ اللاعب يعني كان عندنا مشكلة في استبادات لعب بعض اللاعبين فما كانش عارف إن هو ممكن يضم ٢٨ ثم فوج إن هو ممكن يضم ٣ لعبين فضم ٣ لعبين ثم ما خدهمش أصلاً معسكر ولما جي ضمه المعسكر اكتشف إن هم كمان مصابين طب لو قلنا كده بالبلدي اللي حصل حصل خلاص وإحنا يعني أول ماتش من نيجيريا يوم الثلاث بنتكلم على كاس الأمم الأفريقية اللي هي البطولة الأهم ومحتاجين نحقق لقب بقر جديد يعني إحنا نحققنا سبع ألقاب وتاريخ في كاس الأمم الأفريقية اللي حصل حصل دلوقتي إيه البدائل المتاحة يعني سمعنا أخبار بالإمبارح إنه تم استدعاء مروان حمدي وإبراهيم عادل أسماء أخرى عشان يعني تنضم وتعوض الموضوع وإزاي حيتم التعامل مع إصابات كورونا بشكل يضمن إنه يبقى فيه تشكيل فني قوي يعني أعتقد إنه هو الجهاز الطبي المنتخب يتعامل مع إصابات كورونا بشكل جيد جدا يمكن أعتقد لعاب المصابين خلال يوم أو يومين هيكونوا موجودين في المعسكر والحسن الحظ يعني الحمد لله إنه هم مش في المجموعة الأسية لمنتخب مصر سواء إبراهيم عادل أو أبو جبل مش في التشكيل الأسية لمنتخب مصر أو يعني نأمل إنه هو ما يكونش فيه امتداد أو تأثير على باقي اللعبين أو التشكيل الأساسي لليه منتخب مصر خاصة الوقت دايئة جدا نتكلم في يومين قبل مباراة صفر يوم السبت والمطش يوم الثلاث النهاردة المطش يوم الثلاث يعني دايئة جدا إنه هو يجهز بودلاء فنتمنى إنه ما يكونش فيه حد من التشكيل الأساسي مصاب بعيدا عن أزمة كورونا والإصابات أعتقد إنه هو خلال الفترة الأخيرة هو حط عينه على التشكيل الأساسي بالنسبة له ممكن كان البطولة العربية كانت بروفا بالنسبة له فيه ناس كان بتنتقده لكن أنا من الناس اللي كانت شايفة إنه لا صح إنه إحنا ندخل عيبة كتير صح إنه إحنا نضم مجموعة خدنا وقتنا أستاذ محمد في التدريب أو الاستعداد يعني كانت طبعا كاس العرب فرصة للاستعداد لكاس الأمم الأفريقية كان فيه مطشات ودية أعتقد يعني كان مطش الكونغ بس تلغى هل إحنا خدنا وقتنا الفريق شايف إنه خد وقته من مباراة ودية واستعدادات قبل كاس الأمم لا مش شايف إنه خد وقته لأن يعني إذا ما كانش المنتخب يلعب مطشين وديين مثلا كان الأفضل إن الأهلي يلعب مباراة بيرامنز والدوري يستمر حتى 30 ديسمبر ثم يتوقف الدوري ويبدأ يحصل تجمع المنتخب يلعب مطش ودي واحد طيب لما توقف الدوري فكان وجهة نظر الأفضل إن المجموعة دي كانت تلعب مطش أو اتنين وديين أو أكتر من كده إذا كان فيه ده في فرصة إحنا عارفين المأزق اللي كان فيه الأهلي طبعا مع مشاركة لعيبين الدوليين ويعني المشكلة اللي هو بيواجهها لكن إحنا بنتكلم في إن كيروش برضو قراره من دماغه وإحنا انبسطنا طبعا بناس جديدة شفناها معاه وتعرفنا على ناس جديدة وعرفنا إن الممكن يبقى المنتخب ما هواش أهلي وزمالك بس زي ما إحنا متعودين لكن برضو إحنا بنتكلم إنه هو إحنا ماشيين خطوة بخطوة يعني وده ما ينفعش فكرة إن إحنا ما عندناش خطة استباقية فكرة إن إحنا مثلا أسافر ليه بـ 25 لعب لأنه ممكن أسافر بـ 28 وارجع أستدعي منهم ولقيهم مصابين الاحتياطي أبتدي عندي مشاكل في حراس المرمى وفي مدربي حراس المرمى أعتقد حيتم الاستعانة بكابتن محمد سليمان طرق سليمان فهيسافر مع المنتخب لحين شفاء كابتن أسامل حضري أعتقد مرحلة الاستعداد أو إن كيروش محتاج وقت تنتهت يعني خلاص بطول العربية لعب هو خلاص شاف لعبها كتير جدا فأعتقد بطول تفريقي هو اختبار حقيقي لكارلوس كيروش فكرة طول الوقت كمان هم لازم يكون في كلام مع كيروش على فكرة أنا هدف كاس العالم بس أنا هدف لا النقطة دي مهمة قوي نحن نتكلم فيها هو ليه كيروش لا يتحدث إلا عن كاس العالم وكأن باقي البطولات وفي بطولات بتاعتنا يعني باسمنا يعني أنا ضد 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 التصريح ده وشايف فيها نظرة نظرة استعلاء الأمانة يعني غير موفقة تماما وراجل لازم حد يتكلم معاه في الموضوع ده في البطولة البطولة العربية كنا بنتكلم أن عايزين نجهز لعبين ما فيش مشكلة يعني ممكن البطولة تعتبر ودية رغم أن الفيفا كان منظمها وخلاص ما فيش مشكلة لكن في بطولة فريقيا لأ بطولة فريقيا دي أهم مناسبة في القارة مصر لها تاريخ كبير جدا فيها فإذا مصر مش تشارك بنية أنها عايزة تفوز بالبطولة عايزة تحقق مركز تكون في أبطال أفريقيا إذا ما كانش فيه نية أن نفوز بالبطولة نية أن نكون موجودين في المربع الزهبي فليه أنت موجود في المنتخب طب هننتظر كاس العالم عندنا مبارياتين فاصلتين طب لو فشلت فيهم من اللي هيدفع التمن؟ هو جاي حتى مبارياتين فقط مع صوت صوت كاس الأمم الأفريقية لا صوت يعلو على صوت الأمم الأفريقية بنتكلم على مصر حصلت على سبع ألقاب منهم ثلاث ألقاب متتالية وتاريخ طويل في الموضوع ده المجموعة الرابعة مصر نيجيريا غينيا بيساو السودان الماتش الأول حيكون ما بين مصر ونيجيريا إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي قيادة محمد صلاح طبعا وإنني وأسماء مهمة جدا قراءتك ليه معادلات اللعب في المجموعة الرابعة اللي فيها مصر يعني أعتقد إن إحنا المنتخب مصر منتخب قوي يعني عكس ما لبعض شوية بيعنده تخوف شوية لكن أنا مش شايفين تخوف ده بوجود محمد صلاح بوجود تريزيجي وعودته عمر مرموش مصطفى محمد محمد النني تريزيجي بقاله من شهرة باعا ملعبش ولا ماتش يعني اللاعب ماتش أستون فيلا بعد الإصابة فترة طويلة يعني بعض الماتشات مع فريق الشباب في أستون فيلا كان قد بشكل كويس ثم المباراة الأخيرة ليه قبل انضمام منتخب شارك مع أستون فيلا في الدوري فظهر برده بشكل مستوى كويس وبليها كويسة أعتقد رزيجي عنده من الخبرة والزكاء أنه هو يقدر يتعمل معه المباراة دي وأنا أعتقده هيكون ليه دور مهم جدا مع المنتخب خاصة في توظيف كروش أو تزوفه لأن أعتقده هيوظفه كلاعب تالت في وسط الملعب ده هيدي مرونة أكبر المنتخب وجود محمد صلاح هيفرق كتير جدا معنا وجود مصطفى محمد كرأس حربة للمنتخب عمر مرموش كمان محمد نني فأعتقد نحنا متكملين بشكل كبير جدا وعندنا يعني نقدر نفوز على نيجيريا أنا مش شايف منتخب نيجيريا منتخب قوي أو منتخب يخوف يعني وللأمانة يعني مش شايف عموما في القارة الأفريقية حاليا منتخبات تخوف مقارنة ببطولات سابقة يعني الكاميرا الزمان كان عندها أجيال قوية جدا نيجيريا أجيال قوية جدا لكن ما بشوفش أن فيه بسيسناء الجزائر بسيسناء الجزائر والسنغال هم اللي عندهم منتخب شوية أعتقد فيه مشاكل شوية في المدرب الخاص بهم استقال برضو فيه إصابات في صفوفهم بكورونا يعني برضو هم داخلين الماتشو فيه ترتيبات وحسابات تانية برضو مختلفة أكيد طبعا يعني وأنا شايف أن هم اللي لازم يكون لهم حسابات لما يلعب منتخب مصر ومش العكس أنا بخاف لما بيبقى عندنا إحنا الاتمينندا أنا بخاف والله اه الاتمينندا بالناس بتدخل يعني مرتاحة ومش فارق لها قوي فبنلاقي إن إحنا الأعصابنا بتبقى مجدودة وإحنا عادي مورد لكني أعتقد لأ عندنا عندنا منتخب قوي عندنا لعبة عندها خبرات كويسة جدا تقدر التعامل مع المرشي ده يعني أعتقد منتخب مصر كمان هيصعد أول مجموعة مش مش تاني المجموعة أعتقد هيكون أول مجموعة حق نتيجة جبية قدام نيجيريا إن شاء الله كيروش الذي لا يتوقعه أحد كعدد حنيبتدي بمين؟ ترزيجي ولا مرموش؟ مرموش ولا ترزيجي هيعمل مين؟ مين هيلعب الأول؟ هيبدل مش هيبدل أعتقد هيلعب الاتنين أعتقد هو محمد شناوي لاخلاف ربنا يبعد عنهم لصابات جميعا يعني محمد شناوي لاخلاف أكرم توفيق أحمد فتوح أحمد حجازي الوينش ونص الملعب محمد النني وحمدي فتحي أو عمر السلية بس أعتقد النني والسلية إذا كان سليم هيكون هو الأساسي مع النني ترزيجي هيكون لعب تالت في وسط الملعب بحيث نلعب على الأطراف أكتر سواء ايمين أو الشمال ممكن يكون جبه شمال أكتر خط الجمهة بصلاح ومرموش ومصطفى محمد أعتقد ده بنسبة 80 من 80 إلى 90% هيكون التشكيل الأساسي لمنتخب مصرف البطولة وفي مباراة نيجيريا وأنا شايف نوع تشكيل جاي جدا متوازن كان ينقصه فقط أن المجموعة دي تلعب مع بعض ماتش أو ماتشين والديين في كلام أنه عبدالله السعيد هيتم برضو الاعتماد عليه بشكل كبير في الماتش يعني اللي جاي في التشكيل ومبارح أنا كنت بقى سمع لقاء أنه عندنا 18 لاعب في 28 التشكيل المنتخب الوطني أول مرة يشاركوا في كاس أمم أفريقية ده معنى إيه أو تفسروا إزاي؟ نحن بنعمل أجيال جديدة يعني في النهاية في جيل جديد من اللعبة دخل على المنتخب لعب زحمة فتحي اعتزل لعبة كتير جدا من المنتخب اعتزل بطلة كورة فأنت أو اعتزل أو بعده عن المنتخب فأنت بتدخل أجيال جديدة الحاجة التانية أنه نحن في النهاية ممكن خلال الفترة الأخيرة ما شاركناش فيه وده حكون في مصلحة المنتخب كمانا بالضبط دم جديد بيلعب وعايز يسبت نفسه عايز يقول أنا جيل جديد وممكن بطولات مزبوط احنا كمان ممكن العشر سنين الأخر تقريبا مشاركناش في 2017 فقط فكنا بعيد جدا ما صعدناش بطلتين اتنين اتغلبنا في الكاميرون مع الكاميرون اه في النهائي لكن احنا بقلنا فترة كبيرة جدا ما لعبناش بطولة فرقيا فبالتالي برضو احنا بعيد بقلنا فترة عن بطولة فرقيا ممكن 2017 لعبنا وصعدنا لنهائي فدي تاني بطولة يمكن الجيل ده الموجود ده كله ممكن نشارك فيها يعني محمد صلاح النهاردة يعني يقترب من التلاتين ولعب دي تاني بطولة لي فأعتقد برضو احنا كنا بعيد لكن مهم ان احنا يكون عندنا جيل جديد مهم ان اللاعبة يكون كمان عندها احساس انها لازم تعمل حاجة لنفسها لان فيه كمان مجموعة كبيرة من اللاعبة على البطولة الجاية هيكونوا سنهم اكبر من كده فبالتالي هما لازم يكون عندهم دافع لازم يكون عندهم دافع ان هما يحققوا نتائج ايجابية في البطولة ونأمل ان هما يكونوا قد المسئولية وان مصر تقدم مستوى جاية طوال البطولة يمكن دي من الحاجات اللي بتحسب لكيراش انه مورينا وشوش جديدة احنا مش متعودين عليها ومن اماكن مختلفة يعني هو لا يلتزم بفكرة الادية الكبيرة المشهورة ذات الجماهيرية الكبيرة ده ممكن يخلينا مش مقرؤين قوي بالنسبة للناس الموجودة مش هل كان معانا في المنتخبات الاخرى ولا هو مش فرق لهم طريقة لعب بكل لعب هو فرق لهم الخطة اللي بيضحى كيراش او اسلوبه هو في اللعب ايا كان بقى مستخدم مين في تنفيذ خطته مزبوط لان كمان المجموعة اللي هتلعب في البطولة ملعبتش مع بعض فبالتالي هو شوية المنتخب قد يكون غامض للمنافسين بالنسبة له ممكن بس اسناء الخط الدفاع هو بس الخط اللي شارك متعشم انه يكون غامض للمنافسين بس مش غامض للمنافسين وللعبين لانهم ملعبوش مع بعض لا اعتقد هما في التدريبات موجودين مع بعض المجموعة كلها لعبة سابقا مع بعض في تجمعات كتير مفيش اسماء جديدة على المنتخب يمكن عمر مرموش هو اللي كان هيبه اسم جديد لكن شارك مع المنتخب وظهر بشكل كويس جدا فاعتقد لعبة عارفة بعض بشكل كويس لكن امام نفسين المجموعة كمجموعة او التشكيل ده لا ملعبش يعني ما تشافش كتير المنتخبين ما شوفوش كتير بس طبعا هيكون الترجيز اكتر على لعب زي محمد صلاح على مفاتيح لعب منتخب تحديدا محمد صلاح محمد صلاح ليه دور كبير بيطمن بيطمن اللعبة حتى اللي معاه بيطمننا حتى قلنا قولنا قول ما نشوف محمد صلاح ليه دور مهم جدا مش بس في الملعب حتى الدور مع باقي الفريق والمنتخب على ذكر محمد صلاح محمد صلاح مترشح طبعا لجيزة دا بيست ضمن ثلاث افضل لعيبة في العالم انجاز جديد غير طبعا الانجازات الكتيرة اللي بيحققها شايف الانجاز ده ازاي وبتقرز ازاي يعني انا بالنسبة لي هو انجاز يعادل فوزه بالجيزة لان لو بصينا للمرشحين ميسي حقق ميسي هو في النهاية ميسي لكن ميسي كان هدف دور الازباني حقق الكوبا مع منتخب الارجنتين لفندوويسك حقق بطولات كتير مع البايرن وكان هدف الدور الالماني فالاتنين عندهم انجاز لكن لو بصينا على الانجاز الفردة والانجاز الجماعة لمحمد صلاح في الموسم الفات ما كانش موجود لان ليفر بولمر بفترة ما كانتش جيدة كان عنده اصابات كتير لكن بسبب محمد صلاح فضل محمد صلاح سجل عشرين هدف في الدوري قدروا ان هما يخضوا تالت الدوري وانا كنت شايف ان ده انجاز كبير جدا ان ليفر بول يوصل لتالت الدوري رغم كم الاصابات ليفر بول فيه فترات كان بلعب من غير حداشر لعب الاساسي باستثناء محمد صلاح لكن كمان الاداء اللي بيقدمه محمد صلاح في الدور الاول في الدور انجليزي هو اللي وضعه في هذه المنافسة كون ان انت تصل يمكن قبل بداية الموسم ده كنا ممكن نقول صلاح خارج تماما العشر لعبين او مش يكون موجودين فيهم مع عبد الدور كنا بنقول لو دخل ما بين العشر بالضبط ما بين العشرة يبدأ انجاز كبير جدا لكن ان هو يستمر بهذا المستوى لان يصل بين التلات لعبين فاعتقد ان ده انجاز يعادل فوزه بالجائزة كمان ده تاني مرة تقريبا وده رقم تاريخي ممكن باستثناء جرجوية فقط الافريك اللي ترشح مرتين لو صلاح كمل بهذا المستوى بنفس المستوى وان شاء الله مصر اتحقق نتيجة اجابية سواء بالصعود للكاس العالم او نتيجة اجابية في طولة فريقيا مع بطولة الليفربول ما اعتقدش ان في حد ممكن ينافس صلاح في الجهزة زابيستا او البالوندور في 22 فيش لعب حتى الان في العالم ممكن ينافس الموسم الحالي طبعا ده خلاص ده بتاع الموسم الماضي الموسم الحالي 2022 ما اعتقدش ان فيه لعب في العالم كله ممكن نفس صلاح على جهزة افضل لعب في العالم حتى الآن هو الأفضل في العالم شكرا شكرا جزيلا ناقد الرياضي الأستاذ محمد البورمي وإن شاء الله مصر تحصل على اللقب التامن في تاريخها بكأس الأمم الأفريقية اللي حتنطلق يعني خلاص في الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل مصر حصلت سبع مرات على اللقب ثلاث مرات متتالية نفكر الناس 2006 في مصر 2008 في غانا 2010 في أنجولا فاحنا أبطال القرى الأفريقية